أعلن رؤساء الأحزاب الأعضاء في تحالف الأحزاب المصرية تأييدهم للإجماع لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة ووجه رؤساء أحزاب التحالف رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الرئاسية الكريمة والتي تكشف عن مدى تقدير السيد الرئيس للأحزاب والقوى السياسية وأشهد تحالف الأحزاب بتكليف الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بتنظيم وإدارة هذا الحوار كمأضلة محايدة داعيا القوى الوطنية بضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر ولشعبها على أي مصالح خاصة وجدد رؤساء أحزاب التحالف دعمهم للقوات المسلحة والشرطة على ما يقدموه من تضحيات لاستقرار الوطن بصراحة الدعوة بتاعت الرئيس السيسي مهاش مفجأة الرئيس السيسي من سنة وسنتين فاته قال وعد أنه هو هيقوم بإصلاح سياسي بس في أولويات في أولويات الأمن والاستقرار دعوة الرئيس السيسي النهاردة للحوار للقوى السياسية كلها والأحزاب دعوته لحوار سياسي حول أولويات العمل الوطني دي دعوة إحنا عارفين أنها كانت جاية جاية بس هي كانت لها وقت الدعوة دعوة كريمة دعوة تنقناها بحب وبسعادة غير عادية الأحزاب بتقول إحنا لقينا فرصة من كبير الدولة ومن رئيس الدولة الأب لكل المصريين إن إحنا نتكلم إن إحنا نتحاور إن إحنا نثبت وجودنا إن إحنا نطلع الأفكار اللي عندنا ونحطها إن تكليف سيادته بالأكاديمية في إنها تدير الحوار ومنتدى الشباب هو اللي ينظم الموضوع ده بيدل على برضو إن في حيادية تمة في الموضوع إن الشباب لها دور وبيأكد على دور الشباب دايما سيادة الرئيس إن الأحزاب فرصتها جات إنها تثبت وجود